منطقة الشرق الأقصى أولوية استراتيجية لروسيا بهذه العبارة استهل الرئيس الروسي كلمته أمام جلسة منتدى فلادي فاستوك الاقتصادي المخصص لهذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية موسكو رحبت بكافة أشكال التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بينها وبين بلدان آسيا والمحيط الهادئ الأقرب إلى منطقة الشرق الروسي ارتفع حجم التجارة الروسية مع دول آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي بنسبة 13.7% وزاد بمقدار 18.3% في النصف الأول من العام الحالي روسيا وشرقها الأقصى منفتحان على تعزيز العلاقات والتعاون مع دول آسيا والمحيط الهادئ ونتطلع إلى استمرار تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع بلدان المنطقة حضور الصين التقليدي للمنتده جاء ليكرس ما وصلت إليه العلاقات مع موسكو على المستويين السياسي والاقتصادية إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 120 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي روسيا والصين ليست حليفتين غير أن ثقتنا السياسية المتبادلة قد تعني أكثر من مجرد حلف لا نريد حربا باردة جديدة في المستقبل كما لا نريد بناء تحالف عسكري مواجه ضد الغرب أعتقد أن البلدين طويران شكلا جديدا من أشكال العلاقات الدولية فالصين مرتاحة للتعاون مع روسيا متعدد الوجوه وهي مرتاحة أيضا من تعاونها مع الغرب وتتجه الأنظار إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي بزعيم كوريا الشمالية خاصة بعد وصول كيم إلى الأراضي الروسية إذ من المتوقع أن تتناول المباحثات قضايا التعاون الثنائي خاصة مسألة تزويد بيونج يانج موسكو بالصواريخ وهو ما حذرت منه الولايات المتحدة بشدة تدرج موسكو منطقة الشرق الأقصى في إطار أولوياتها الاستراتيجية ومنظورها لعالم متعدد القطبية معطيات تجعل موسكو مهتمة بتطوير التعاون مع بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها لموازنة التوتر المتصاعد في العلاقة مع الغرب أريج محمد سكاينيوز عربية أوليدي باستوك